ضمن الحرب الممنهجة على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري مدفوعة من مؤسسات وأجهزة مدفوعة تقارير ما هو أنت وضع إيه يطلع يطلعوا بالليال يقولك إيه مصر وإيه خراب وإيه إفلاس وإيه وضع اقتصادي وإنهيار اقتصادي والبلد هتفلس والناس مش هتتلاكل وإنت ما عندكش سلعة في مصر نقص ما عندكش سلعة ما فيش سلعة بلدي نقصة ما فيش عندك تروح محطة بنزين يقولك ما عندش بنزين حصلت؟ ما حصلتش ما حصلتش ما فيش أمبوب متجاز نقصة ما فيش كيلو سكر نقص ما فيش كيلو طماطم مش موجود ما فيش حتة لحمة مش موجودة كيلو لحمة مش موجود يعني كل احتياجاتك موجودة واحتياطي أقل احتياطي موجودة عندنا النهاردة أربع شهور أقل حاجة أربع شهور عندك ستة وعندك سبعة وعندك تلتاشر شهر يبقى دي بلد عندها مشكلة؟ آه عندنا أزمة زي العالم زي العالم بس احنا احتياجاتنا الأساسية الحمد لله موجودة ما عنديش أزمة يعني المواطن ما عندوش أزمة في احتياجاته الأساسية متوفرة غالية آه نتيجة لإيه؟ تستورد فتستورد ده معاها فبتزيد فأسعارها أكيد لما جيلك السوق هتغلق تبقى غالية ما انت جيبها بالغالي أما جيب طيب لما انت حتى استوردت أمح بغالي غليته؟ لا وقود بس تورد أنا 120 مليون برميل سنويا بترول عملت حضرتك إيه؟ زودت بأسعاره اللي موجودة في ألمانيا ولا في أمريكا؟ لا انت زودت 40 قرش ولا ربع جنيه ولا 50 قرش مثلا يعني ليست هي الزيادة اللي هي موجودة برا برا بزيد بالدولار واليورو لتنين يورو ما بتعملش انت كده خالص انت بتتحمل الدولة الحاجات الأساسية طيب لما انت زودت وعملت دعم وحاجات كده مين بتحمل؟ الموازنة العامة للدولة تتحمل ويبقى فيه جزء أساسي بتبدأ تضيفه على التقديرات اللي معمولة حوالين الانفاق إيه؟ والإرادات إيه؟ فتبدأ تشتغل تزود كمان حاجات أخرى فكل ده في إطار ان انت عندك ليل ونهار ليل ونهار وهيفضلوا شغالين وانا بقولك هيفضلوا شغالين عليك ليل ونهار ومش هيبطلوا ليل ونهار خد من هنا وانا بقولك ههو خد من هنا طول السنتين اللي جايين انا بقولك وخدها مني كلمة من هنا للسنتين اللي جايين حملات ليل ونهار مواقع تاصل اجتماعي فبركت فيديوهات اعلام موجه ممول موجود في بريطانيا موجود في أمريكا موجود في دول التحادل موجود في دول أخرى ممول ضدك هتشتغلوا هيشتغلوا عليك وانت كمواطن تبقى ايه مصح صح لهؤلاء الخوانة اللي بيشتغلوا عليك واللي شغالين عليك بالمناسبة من 2013 للنهاردة هم هم ما تغيروش ومش هيتغيروا مش هيتغيروا ومش هيبطلوا هذه حرب ضدك فالي مواطن النهاردة وزير مالية بيقولك بالضبط وضعك الاقتصادي ايه والساعات اللي جاية هنبقى نجد قرارات هتطلع